موسيقى 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 مقضتش القضاء فأي حكم الدين في كده؟ لو ينفع أو يجوز أن احنا نصلي بالحزاء سواء جماعة أو الوحدة سنطلع عمره بكرا إن شاء الله بس نازل جدة وهبات ليلة فهل هفضل لابس لبس الأحرام ولا هغير ترينج واطلع مكة موسيقى أهلا بحضراتكم أهلا وسهلا وخلونا نرحل دائما وبشدة بلقاءنا الأسبوعي الدائم أدامه علينا الله دائما رب معه ومعدنا السابت مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وأيضا تكريم مولانا من الإذاعة المصرية مبروك مولانا بارك الله فيكم والشكر موصول لإعلامنا المصري ولا طبعا موجة إذاعة البرنامج العام وبرنامج شهادة التقدير كان هذا الحدث الذي ابتهكت به السبت الماضي تكريم مستحقة مولانا أكرمكم الله ونسأل الله أن يديمنا في خدمة مصرنا الحبيب يا رب مولانا الأسئلة بتاعة المواطنين النهاردة همدأ بالسؤال الأول المدة القصوى لصلاة القصر في حالة السفر كم يوم بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لصلاة القصر فهي رخصة من الله عز وجل واختلف أهل العلم في ذلك لورود أخبار وآثار متنوعة فمنهم من قال سلاسة أيام ومنهم من قال أربعة أيام ومنهم من قال أسبوع ومنهم من قال خمسة عشر يوما لأن النبي صلى الله عليه وآله قصر في مكة في عام الفتح هذه المدة فلكن طبعا مسألة حينما إذا أتينا لتخصصي الفق المقارن يعني هو الترجيح ما بين الأراء الاكتهادية فأرى أن أربعة أيام كافية أن الإنسان بعد السفر ارتح جسده وعرف المعالم فإن شاء الله يقصر إلى أربعة أيام خلاص أنه بعد كده استقرر به الحال آه استقرر به الحال بالضبط طيب قيمة الزكاة على العقارات ومتى تدفع نسبتها علما بأنه تحصيل الإيجار بيتم بشكل شهري بالنسبة للزكاة على العقارات أولا إذا كان العقار للملكية الخاصة يعني إنسان عنده شقة سكنية خاصة أو منزلا أو سيارة أو حديقة وكان هذا لمجرد الاستخدام الخاص الاستخدام الخاص لا زكاة عليه إنما العقار الذي يدر عائدا اللي هو الإيجار يعني الآن أيو فحضرتك والله نشوف هذا الإيجار بعد كأسنة بيخصم منه المصاريف اللازمة لإدارة هذا العقار يعني زي الكهرباء زي أجرة البواب أو راتبه الصيانات الصيانات وكله ثم زي حكاية عروض التجارة بالضبط ثم الصافية طلع له 2.5% لكن نفرض أنه أصرف العائد زي للأسف الإيجارات القديمة لا خلاص هيخرج إيه لا ده هيصرف العائد ويحط من جيبه لا نعم والإيجارات القديمة نرجو الله أن يجعل لها مخرجا وحلا بإذن الله إن شاء الله لو تزوج الرجل على زوجته هل من حق الزوجة الأولى طلب الطلاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لابد أن نرجع إلى الشريعة الغراء ولابد أن نفرق ما بين الشريعة وما بين الفقه الشريعة النص الشرعي الآيات المحكمة في كتاب الله عز وجل وما صحت نسبته إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة فالتعدد في أصله مباح ليس واجبا وليس سنة وليس حراما وليس مكروها لكن هو يبقى على أنه مباح فانكحوا ما طاب لكم من النساء هذا أمر فيه إباحة لا أكثر ولا أقل بطبيعة الحال إذا الإنسان فعل المباح هل يعاقب على المباح؟ لا فلو قلنا أن الزوجة الأولى لها طلب الطلاق أولا هذا لم يرد به نص لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية يعني النبي صلى الله عليه وسلم عدد الزواج الصحابة عددوا الزواج في المسلمون في كل زمان ومكان فمسألة لكن هو الفقه الحنبالي أعطى حلا طيبا الفقه الحنبالي قال وللزوجة أن تشترط في صلب عقد الزواج عند إنشاء الزواج ألا يتزوج عليها يعمل بهذا الشرط إذا رضي به لقول الله تعالى أوفه بالعقود ولقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلالا فإذا أخذنا برأي الحنابلة مخرط لأن مذهب معتمد ومعتبر ده اسم باب الشروط في النكاح وده شرط صحيح قد تبال حضرتك مثل أن اشترت عليها أن لا يخرجها من وطنها مثلا أو أنها تكمل تعليمها أو أنها لا تمنع من وظيفتها هذه شروط جائزة تتفق مع المبادئ والمقاصد العامة بالشريع الإسلامي طيب دي شروط سابقة سابقة ووارد جدا أنه ما يجيش على بال الزوجة ولا وليها أنه هم يقولوا الشرط بتاع عدم الزواج جه الزوج تزود والزوجة الأولى عرفت فطرى في ذلك نكنت خلاص مش عايزاك يا سيدي يبقى إيه لا في هذه الحالة حضرتك أنا طبعا لا أأمر ولا أنهي أيها لكن المسألة دي احنا عندنا من محاسن الشرع الإسلامية أنه في منطقة حفو يعني شوف الرسول بيّن معالم الإسلام الأربعة إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وساكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا في رجاية الضارة خطنية فلا تسألوا عنها فهذه اسمها فرق تشريع مقصود لإعمال الإكتهاد فإذا اجتمع الفقهاء بدون إملاءات وبدون توجهات ويعني من باب المصالح وقرروا شيئا مثل هذا يعني في تكييفهم أن التعدد قد يلحق أنا أقول خد التقليل قد يلحق ضررا بالزوجة الأولى التي لم تشترط على زوجها يبقى ممكن المخرج هنا أنها تطلب الطلاق للضرر صح مباح صح لكن ليس واجبا وليس إلزاما حتى لا يحسب علي أنني أتعدى حدود الله عز وجل لا 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 ليس إلزاما ليس إلزاما لا بس طالما أنها استشعرت الضرر لا من حقها تطلبه من حقها طب طلبته دعم أصبح هنا الزوج يعمل إيه لا شيء هنا حضرتك اللي هيقوم بالتطليق القاضي آه والقاضي له ولاية حلو له ولاية في الدعاوة القضائية على الأطراف الدعوة طبعا فأحكام القضاء تحترم يعني إحنا مثلا عندنا الله يبارك فيك آه رؤى معينة في التنفيذ الخلع في مصر لكن طالما أن القاضي أصدر الحكم لا بنحترم أحكام القضاء فالحكم عنوان للحكم لا 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 أبو الزاب لا 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 والقضاء في الإسلام له استقلالية والإسلام سبق الدستير المعاصرة يعني جعل للقضاء استقلالي يعني شوف حضرتك أنا أصدي فين؟ نعم أصدي الزوج القاضي سوف يحكم نعم الزوج نفسه أنا أنا معه أنه نحاول الإصلاح ونحاول الإصلاح مرة واثنين وعشرة خلاص افترضنا أنه هذه المحاولات لا تجدي نفعا خلاص الزوج يعمل ايه؟ الصح لا لا شيء يفضل ممسك بالعفية ولا تسريح والله حضرتك برضو الله يبارك فيك يبقى هنا أمر جائز ليه؟ لأن أصل بعض الناس هايفهم وكلمنا أنه إيجاب أو إلزام هنا القرآن الكريم ربنا بقول فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان لكن هيعطي معالجة حكيمة عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا شكرا صح طيب لكن خلونا نروح لفاصل نرجع مرة تانية مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم وسادة الفقه المقارن بجماعة الأزهر استنونا لأنه للسؤال ده تحديدا بقية فاصل ونكمل الكلام طيب خلونا نرحب بحضراتكم ونوجدت رحيب بالضفتنا العزيز مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم أستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر وكان للسؤال بقية نعم هنا بقى وهل من حق الرجل أن يخفي زواجه الثاني عن زوجته الأولى؟ شوف حضرتك أولا الإسلام يريد الشفافية والمصداقية والمصارحة تمام وبرضو هنا احنا بنوازن ما بين المصالح والمفاسد والله سيدتك أولا أرأسله في الزواج الإعلان بقول النبي صلى الله عليه وآله هذا الزواج أعلنوه في المساجد وضرب عليه بالدفوف إنما العلاقات السرية والكلام ده وتأخذ يفطت زواج لا لا لكن هنا قد إذا استوفى عقد الزواج الأركان والشروط يعني من الولي عند جمهور الفقهاء ثم تسمية أو تحديد الصداق أو اللي هو المهر ثم الشهود وأقله اثنان عدلان والإعلان حضرتك استوفعين الأركان والشروط هل له أن يختر زوجته الأولى؟ نرجع لنفس الاقتراح اللي أنا قلته لو الشرطت في صول بعقد الزواج أنه يعلمها يبقى أصبح فرضا أن يعلمها فالرسول لم يحرم ولكن قال إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنة عدو الله تحت سقف واحد فإن لسه بقى لا تكملة فإن أراد ابن أبي طالب أن يتزوج عن الزواج الثاني فيطلق ابنتي نعم الرسول فعل ذلك فهنا سيدنا علي طبعا احترم رغبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغضب السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ولم يعدد عليها حتى ماتت لما ماتت تزود إنما طول حياتها لا احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا بقول برضو حضرتك إما يجتمع فقهاء وخبراء من علم الاجتماع وعلم النفس وبعدين يعملوا يعني مقترحات وتطرح للحوار المجتمعي الجيد بدون أن طرف ينحاز على حساب طرف آخر يعني الكلام مش أقدر أوضحه أكثر من كثير يعني يكون فيه تحر المصلحة أنا لا أقول أرضي الرجال ولا أرضي النساء أنا أرضي الشرع الشرع رحم طبعا يعني أنتم قادرة بشؤون دنيا صحيح خدت بال حضرتك فهنا لا مانع أن علماء كما قلتوا الاجتماع علماء علم النفس علماء خبراء في فقه الأسرة مع فقهاء الشرع الإسلامية يبقى ورشة عمل مشتركة والمستجدات بس لا تخالف نصا شرعيا يبقى في اجتهادات وحلول لمستجدات ومستحدثات ونوازل وطوارئ وعوارض شرط ألا تصادم نصا قطعيا لو خب عنها غشاش ألا مش غشاش لا شوف حضرتك قد تكون هناك ظروف أنا لا أعز يعني لا ألتمث له عذرا وقد يكون إن الإخفاء لمصلحة الأسر إنما أمتى يكون بقى يعني عفوا تجاوز إذا عاهد إذا عاهدها يبقى هنا بنقوله إيه وقوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقلوا أنا بعد توكيدها مش وعشان الوقت تجري بس أنا كنت لسه عاوز أكمل بس هنعمل إيه عموما الجايات كتير بإذن الله يدي لك العمر يا مولانا ويدي جميع المشاهدين هذا يا كريم أشكرك جدا 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 مولانا على وجودك معنا النهاردة وشكرا جدا على هذه التفسيرات والإضاحات وعنستقنف الكلام بإذن الله لأثنيت جاي ربنا أهد لكم العمر خلصة الحلقة الحد كده ولو كلنا العمر نقابلكم بكرا إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات